مشاهدين التساع صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع ليندت فضاليا ليندت شكرا جمعنا التساع بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرقه يومين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المنتظر أن تشمل الزيارة وعقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وصبول تعزيزها في مختلف المجالات فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي جاءت ذلك بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أطلقت وزيرة الثقافة إناس عبدالدين فعليات الدورة الأولى من مهرجان السويس للموسيقى والغناء الذي تنظمه الوزارة ممثلة في دار الأوبرا المصرية وقالت وزيرة الثقافة إن الوزارة خريصة على إقامة هذه المهرجانات في المحافظات لإبراز المواهب الغنائية الحقيقية كما تستهدف تحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وذلك للترويج والتعريف بالمواقع الثقافية والأثرية بمختلف ربوع مصر أعرب وزير الخارجية الأمريكي عتني بلينكين عن رفضه مطلب روسيا المتعلق بتفتيش كل سفينة أوكرانية تغادر المواني الأوكرانية معتبرا إياها غير منطقية وأكد بلينكين أن أوكرانيا بحاجة إلى تأكدات بأن موانيها ستكون في مأمن مشيرا إلى أن روسيا لم يكن لها الحق في تفتيش السفن ذات السيادة الأوكرانية التي تغادر المواني الأوكرانية متجهة إلى بلدان أخرى ومشددا على أن الأوكرانيين يجب أن يفقوا في أن القيام بأي شيء من شأنه أن يسمح لسفنهم بالخروج من الميناء لن يستغل من جانبي روسيا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكران أن الاجتماع الأول لمشروعه منتدى المجتمع السياسي الأوروبي سيوقد في جمهورية التشيك قبل نهاية العام وأضف الرئيس الفرنسي أن المناقشات أظهرت إجماعا واسعا خول المنتدى الذي سيستند إلى الجغرافيا والقيم ويهدف هذا المشروع الذي اقترحه ماكران إلى توفير منصة للحوار السياسي والتعاون للدول الأوروبية ومن المقرر أن يضم دولا طامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أفدت وكلة أنباء الصين الجديدة شانخوا أن الرئيس الصيني شي جنبينج سيزور هونغ كونغ للاحتفال بدكر مرور 25 عاما على تسليم المدينة إلى بر الصين الرئيسي وأضفت الوكالة أن الرئيس الصيني سيحضر أيضا مراسم تنصيب حكومة هونغ كونغ في فترتها السادسة وتعد هذه أول زيارة للرئيس الصيني خارج بر الصين الرئيسي منذ يناير من عام 2020 بعد تفشي فيروس كورونا قتل شخصان وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية أوسلو وقالت الشرطة النرويجية إن الحادث وقع في ملها ليلي مشيرة إلى أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في مكان قريب من الحادث نهاية مجزة تسعى ناول استكمال باقي فقرات صباح خير يماصر بعد الفاصر